موسيقى اهلا بكم مشاهدين الكرام الى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة والذي نطالع فيه اهم وابرز ما قالته المواقع الاخبارية اليمنية والصحف العربية الصادرة اليوم والبداية من موقع الموقع والذي اورد تقريرا عن علاقة ميليشيا الخوثي مع الولايات المتحدة الامريكية وعنوان الموقع ماذا يعني اعتذار الخوثيين للولايات المتحدة الامريكية ويقول الموقع ان الاعتذار الذي قدمته جماعة الخوثيين للولايات المتحدة الامريكية مؤخرا يكشف عن مدى انتهازية هذه الجماعة التي تتخذ من شعار العداء لأمريكا والجهاد ضدها وسيلة لحجد البسطاء والزجبهم في جبهات القتال بذارعة الجهاد ضد أمريكا وإسرائيل ووفقا للموقع فإن وسائل إعلامية نقلت قبل أيام عن مصدر سياسي يمني قوله إن رئيس وفد الحوثيين محمد عبد السلام قدم اعتدارا للسفير الأمريكي في الكويت على خلفية ما حدث من مضايقات واعتداء على طاقم السفارة الأمريكية وجنود المارينز أثناء مغادرتهم مطار صنعاء والاستيلاء على سيارة السفارة عقب دخول صنعاء ويستند الموقع إلى مراقبين يعتقدون أن الولايات المتحدة تسعى إلى إنقاذ الحوثيين بعد أن وصلت القوات العسكرية الموالية للحكومة الشرعية إلى مشارف العاصمة صنعاء وحققت تقدما على الأرض في جبهة نهم إلى موقع يمن مونيتر والذي تابع العديد من الموضوعات وعنوان منظمات بعدا الإجراءات الأخيرة صدرت من جهة غير قانونية ونحذر من ثقافة لا دولة وتقول التفاصيل أدانت منظمات المجتمع المدني في مدينة عدن المداهمات الأمنية التي تقوم بها ميليشيا لعدد من المساكن والأسواق خارج إطار القانون واستنكر بيان صادر عن منظمات المجتمع المدني بعدا تلقاه يمن مونيتر عمليات الترحيل التي تتم لمواطنين يمنيين بحجة عدم امتلاكهم وثائق ثبوتية وبإجراءات غير قانونية مخالفة لقرار اللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن وما يرافق ذلك من انتهاك لحقوق الإنسان لافتان إلى خطورة تلك الممارسات لصمعة المقاومة والتحالف العربي وقيادة السلطة المحلية وأكد البيان عدم جدوى الاكتفاء باستخدام القوة المسلحة والإجراءات الأمنية في مواجهة الإرهاب والتطرف ما لم يتم تكامله مع نشاط مجتمعي واسع يشمل منظمات المجتمع المدني والأسرة والمدرسة والمسجد والأندية الرياضية والمثقفين ودور الصحافة والإعلام مع أهمية دور الأخزاب في نشر ثقافة التصالح والتسامح في المجتمع ومن العناوين أيضا السلطات تعلن بلدة بيحان شرقية اليمن منطقة منكوبة بحم الظنك إلى أبي المعتقل تحت هذا العنوان كتبت فكرية شحرى مقالاً نشره موقع يمن مونيتر وقالت الكاتبة الأيام تمر دون أن تكون بيننا انتهى العام الدراسي ورمضان على الأبواب وأنت لم تعد بعد ما زال يوم اختفائك أشقى أيام حياتي وانتظارك أقسى أيام عمري كل صباح أفتح عيني على أمل أن تكون قد عدت فلا أرى سوى الحزن حل في دارنا بعد اعتقالك كلما دق باب المنزل أكون أول من يهرع كي أفتح لعل وجهك يطل علي من فتحة الباب فلا يطل سوى الغياب سؤالي للجميع متى يعود أبي يبكي كل من حولي لم أعد أجرؤ على السؤال حين أرى وجه أم الملتاع الحزين وقلب جدتي الفارغة يدعو في هزيع الليل أسمعهم يتحدثون عن تركك للطعام حتى يطلق سراحك فيغص حلقي بالطعام وأنا أتذكر جوعك أسمعهم يتحدثون عن تعذيبك وإيذائك فيعتصر الوجع في جسدي وروحي من أجلك كلما ذهبت أنا وأمي وجدتي مع أقارب المعتقلين مثلك نطالب بحريتك ورأيت أطفال مثلي يشتاقون لآبائهم وإخوانهم أدرك أن وجعنا هو وجع وطن بأكمله ففي كل مرة نعود بلا أمل في إطلاق سراح المعتقلين حينها يزداد غضبي وكراهية لهؤلاء الطغاة الذين لا يرحمون طفولتنا أو يخجلون من مكانة المرأة في مجتمعنا لقد داسوا على كرامتنا حين داسوا على شعور النساء لا أدري أي ذنب فعلت يا أبي وأنت قلب حنون أي جرم تستحق حرماني منك وإبعادك عني خلف القطبان لماذا يصادرون حريتك وفرحتي بقدومك؟ أليس لهم أطفال مثلك ينتظرون؟ إلى من نلجأ كي تعود إلينا كي يجمعنا إفطار رمضان وسنة لياليه المباركة وكيف يا أبي لو أتلعيد؟ إلى موقع المصدر أونلاين والذي عنوان الجامعة العربية تؤكد دعمها لشرعية الرئيس هادي في اليمن وعنوان آخر قائد عسكري إيراني بارز يقول إن السعودية ستهزم ويتواعد اليمن بمصير أفغانستان ويتساءل الموقع هل ستنفذ أوامره هذه المرة؟ هادي يوجه للمرة الثانية بوقف تهجير المواطنين من الجنوب وعنوان آخر اتحاد الصحفيين العرب يطالب الحوثيين بالكشف عن مكان احتجاز عشرة صحفيين مضربين عن الطعام إلى موقع التغيير نت والذي تنقل بين العديد من الموضوعات وعنوان وثيقة الحوثيون ينهبون 15 مليون لتر بترول ويبيعونها في السوق السوداء ومن العنوين أيضا التحالف يدمر قاعدة عسكرية شمالية صنعاء ومقترح بتمديد المحادثات حتى نهاية رمضان وعنوان آخر مثيرة ليلي بذكرى محرقة ساحة الحرية تجوب شوارع تعز ومن العنوين أيضا هيئة مستشفى الثورة بتعز تطالب بالإفراج عن الشحنة الطبية المحتجزة لدى الميليشيا الصوت العالي للعصبوية تحت هذا العنوان كتبت بشرى المقتر مقالها محدرة من مخاطر العصبويات التي تحمل أسماء مختلفة وتقول الكاتبة تتفشل عصبوية الاجتماعية والسياسية كمناخ سام يسحق كل المشتركات الإنسانية ويلغي خيارات التنوع والتعدد على الرغم من كل فضاعاتها لا تتحمل الحرب مسؤولية انحدار المجتمع إلى حالة العصبوية بل سيكولوجية المجتمع والتحولات التي عاشها لتصبح العصبوية خطابا سياسيا وثقافيا يترجم إلى ممارسات يومية تنتهك حقوق الآخرين بذريعة انتمائهم لتعبير اجتماعي مختلف بقدر ما يبدو طفح العصبوية وتمظهراتها دليلا على حدة الحرب التي خاضها المجتمع إلى أن استفحالها مؤشر على خلل نفسي واجتماعي وفي مجتمع كهذا ينحو كل يوم نحو الانغلاق والتعصب تتفتت الهوية الوطنية الجامعة إلى هويات ما دون وطنية عقائدية أو مناطقية قائمة على تقصي الأصول الجغرافية للمواطنين مسقطة مفهوم المواطنة من تفسيراتها الإنعزلية في تحديد الهوية والصلاحية الوطنية وتصبح البطاقة الشخصية أداة للتشكيك والتخوين في أهلية المواطنة ومن ثم الاشتثاث الاجتماعي متما أرادت القوة السياسية وفق الفهم العصبوي لا تختصر البطاقة الوجود الاجتماعية والمدنية للمواطنين ويمكن استخدامها لإخراجهم من هوية متخيلة للجماعة إلى موقع الاشتراك نت والذي عنون في صفحته الرئيسية أطراف مشاورات السلام في الكويت تستعد لتوقيع اتفاق تبادل الأسرى وعنوان من تعز قصف واعتقالات أطال المدنيين بتعز من قبل ميليشيا صالح والحثي وتقول التفاصيل أن تقرير لجنة التهدئة رصد قيام الميليشيا ب354 خرقا ارتكبتها الميليشيا وهجرت قرابة 5000 شخص من مديرية الوازعية إلى منطقة رأس العارة والشمايتين منذ بدء سريان التهدئة ومن العنوين أيضا الاتصالات والإنترنت يعودان للخدمة في المهرى وحضر موت بعد انقطاع دام عشرين ساعة ومن العنوين أيضا اتحاد الصحفيين العرب يحمل الميليشيات مسؤولية اختفاء عشرة صحفيين معتقلين لديهم قبل مطالعة أهم مقالة الصحف العربية الصادرة اليوم نذهب إلى فاصل قصير ابقوا معنا مستمرون معكم في كشك الصحافة ونطالع أبرز ما قالته الصحف العربية والبداية من الصحف الكويتية وتحديدا من صحيفة السياسة الكويتية والتي تنقل عن أحد منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في محافظتي تعز وإب حسين يونس حسن عن جهود تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد ممر آمن لإيصال المواد الغذاء الإغاثية للمستحقين لها في محافظة تعز وقال حسن للسياسة إن هذا الموضوع سيتم طرحه على طرفي الصراع للمصادقة عليه حقصا من الأمم المتحدة على إيصال المساعدات المقدمة منها ومن قبل عدد من الدول ومنها الدول الخليجية والمنظمات الإنسانية والتجار إلى مستحقها مشددا على أن تعز في حاجة ماسى للمساعدة على اعتبار أنها باتت محافظة منكوبة وهناك معاناة من سوء التغذية في بعض مناطقها وأضاف أن منظمة اليونسيب تعاولت مع مكتب الصحة بتعز في عملية مسح لعدد من المناطق وخصوصا التي في الساحل ومنها منطقة المخة حيث كانت النتائج مقلقة جدا وهناك ثمان مديريات الوضع فيها سيء للغاية مؤكدا أن الوضع بشكل عام سيء جدا في تعز وهي بحاجة لممرات آمنة لإيصال المواد الإغاثية لسكانها في أسرع وقت ممكن دون تأخير خصوصا مع اقتراب شهر رمضان حيث نسعى لتحقيق انفراجة في هذا الموضوع وأوضح أن الممر الآمن الذي تسعى الأمم المتحدة إلى عمله سيكون من جهتين محافظتي إب والحديدة ولكل مديريات تعز كخطوة أولى ثم يمتد من عدن إلى تعز كخطوة لاحقة مطالبا جميع الأطراف بالتعاون في إنجاح هذه الخطوة الإنسانية إلى صحيفة عكاد السعودية والتي عنونت اليمن تحقيقات مع تسعة وثمانين بحارا إيرانيا وتفيد الصحيفة أكد مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية أن التحقيقات جارية مع تسعة وثمانين بحارا إيرانيا تم ضبطهم في المياه الإقليمية اليمنية بجزيرة سقطرة جنوب اليمن أخيرا وقال المصدر في تصريحات إلى عكاد التحقيقات جارية لمعرفة أهداف البحارة وإن كانوا يصطادون بطرق غير قانونية أو أن لديهم أهداف أخرى كتهريب السلاح وأضاف المصدر لا نريد أن نستبق الأحداث وبالتأكيد سيكون هناك قرار حازم وإجراء قوي لمواجهة الانتهاكات الإيرانية للسيادة اليمنية وتوقع المصدر أن يتم رفع نتائج التحقيقات إلى الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمحكمة الدولية في وقته ولكن نريد استكمال إجراءاتنا بشكل قانوني مبني مبينا أن السبع السفن المضبطة كان على متنها تسعة وثمانين بحارا إيرانيا وتفيد الصحيفة السعودية أن السلطات اليمنية كانت قد ضبطت خلال السنوات الخمس الماضية سفنتي أسلحة إيرانية بالإضافة إلى خلية تجسس كبيرة وأجهزة متطورة كما ضبطت تحالف العربي ودول أمريكا وفرنسا والبرازيل خلال أقل من عام خمس سفر تهريب إيرانية وتم تدمير بعض الزوارق التي كانت تحمل الأسلحة من إحدى السفن الراسية في البحر من قبل التحالف العربي مقابل باب المندب إلى صحيفة العرب الجديد والتي تابعت أوضاع الصحفيين المختطفين وعنونت اتحاد الصحفيين العرب يحمل الحوثيين مسؤولية اختفاء معتقلين وتقول الصحيفة طلب اتحاد الصحفيين العرب جماعة الحوثيين في اليمن بالكشف الفوري عن مكان احتجاز عشرة صحفيين بعد معلومات عن نقلهم من مكان احتجازهم المعروف إلى جهة مجهولة وقال الاتحاد في بلاغ صحفي إنه يدين اختفاء عشرة صحفيين يمنيين من السجن الاحتياطي في هبرى بصنعاء ونقلهم إلى جهة مجهولة في الوقت الذي تدهورت فيه حالتهم الصحية بما يستدعي نقلهم فورا إلى المستشفى لتلقي العلاج وأكد الاتحاد أن جماعة الحوثيين تتحمل المسؤولية الكاملة عن الحفاظ على حياة الزملاء والذين كانوا قد بدأوا إضرابا عن الطعام احتجاجا على سوء المعاملة وعدم تقديم الغذاء أو الرعاية الصحية لهم ومن العناوين أيضا تعز تحت رحمة الحوثيين حصار وتضييق رغم الهدنة إنهم يمارسون الكر والفر تحت هذا العنوان كتب المغربي سعيد يقطين مقاله المنشور في صحيفة القدس العربي وقال الكاتب مرت سنوات على بدايات الاقتتال في اليمن وليبيا وسوريا والعراق وبدأ الحديث عن التفاوض والهدنة في الصخيرات والرياض والكويت وجينيف وتدخلت في محاولات التفاوض أطراف عربية تارة ودولية أو أممية طورا وبات الحلم معلقا على أن ما نجم من أحداث عما يسمى بالربيع العربي في هذه الأقطار قاب قوسين أو أدنى من أن يزدل ستارا معتما على ما جرى لكن تبين مع انصرام الزمن أن الذهنية التي دخلت الحرب هي نفسها التي تدخل في السلم فإذا التفكير في السلم حرب وممارسة الحرب ليست سوى تسليم بضرورة استمرارها حتى لا تضع الحرب أوزارها إنها ذهنية الكر والفر كما كانت تمارس قبل الإسلام حين كانت تتغلب العنجهية القبلية أو الجهل فوق جهل الجاهلين على أي منطق وتعلو على أي تفكير يمكن أن يتعالى على منطق الحرب فتستغل بذلك أي فرصة للقضاء والإجهاز على الآخر لكن العرب في الجاهلية كانوا مع ذلك يحترمون العهود والمواثيق التي يبرمونها بينهم في أيام الحرب ويعتبرون نقضها دليلا على الخصة والحقارة ومعنى قبول التفاوض أو التفكير فيه التسليم برضى ما يمكن أن ينجم عنه لكن ما تقدمه لنا الأمثلة الدامغة عما يجري في سوريا واليمن وليبيا أن التفاوض والهدنة ليسا سوى مبررات لخرق الاتفاقات وقطع السبيل أمام أي إمكانية للمصالحة مع العمل على ممارسة الحرب على الآخر بشدة أكثر وما جرى في حلب وتعز خير شاهد على ذلك أليست هذه ذهنية الكر والفر التي تتجاوز زمن الحرب وتمتد إلى فترة التفاوض وإلى صحيفة البيان الإماراتية التي عنونت في صدر صفحتها الرئيسية اتفاق دولي على وقف الحرب في اليمن قبل رمضان وتقول الصحيفة توصلت الدول الرعية لمحادثات السلام اليمنية في الكويت إلى اتفاق يقضي بوقف كل العمليات القتالية وإنهاء الحرب وإطلاق صراح المعتقلين قبل حلول شهر رمضان المبارك على أن تستمر المحادثات الهادفة إلى تطبيق بقية بنود قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وأبلغ مفاوضان من الوفد الحكومي البيان أن الدول الثمانية عشر الراعية للسلام في اليمن التي تضم دول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن واتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي أبلغت الجانب الحكومي أن هناك اتفاقا دوليا على وقف الحرب بشكل كامل قبل حلول رمضان وأن يتزامن ذلك مع إطلاق صراح المعتقلين والأسرى وبموجب الرؤية الدولية ستفرض رقابة دولية على الهدنة وفتح الممرات إلى المدن ميدانيا تقول البيان أن مقاتلات التحالف العربي دمرت بأكثر من 45 غارة مخازن ضخمة للأسلحة كان الإنقلابيون قد استولوا عليها عند اقتحامهم معسكر لواء العمالقة في محافظة عمران قبل أسبوعين وسط تقارير عن تمرض عشرة الجنود داخل اللواء على الإنقلابيين واندلاع مواجهات عنيفة داخل مقر المعسكر بعد اعتقال رئيس عمليات اللواء إلى صحيفة الاتحاد والتي تابعت ما تعاني منه تعز من حصار وعنوانات الصحيفة ميليشيا القوثي تحتجز أحد عشر شاحنة محملة بالأدوية والمعدات الطبية الإنقلاب يفاقم معاناة 200 مريض بالفشل الكلوي في تعز وتقول الصحيفة الإماراتية تفاقمت حالة 200 مريض بالفشل الكلوي في مدينة تعز جنوب اليمن جراء استمرار المتمردين الحوثيين والمخلوع صالح احتجاز شحنة معدات وأدوية خاصة بمركز غسيل الكلا التابع لهيئة مستشفى الثورة العام في المدينة ووجهت هيئة المستشفى نداء عاجلا إلى الجهات الرسمية والمنظمات الدولية بسرعة الضغط لإطلاق الشحنة التي تم احتجازها في نقطة الربيع من قبل ميليشيا القوثي والمخلوع في التاسع عشر من مايو الحالي والتي أثرت على الخدمات الطبية المقدمة للمرضى الذين يتوافدون على المركز يوميا بمعدل ثمانين إلى تسعين حالة وإلى صحيفة الخليج والتي تابعت أحد مرشحي انتخابات الرئاسة الفرنسية وعنونة الصحيفة وزير فرنسي يبدأ حملة لطرق الأبواب استعدادا للانتخابات الرئاسية وتقول الصحيفة بدأ وزير الاقتصاد الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس السبت حملة لطرق الأبواب في شتى أنحاء فرنسا لسماع شكا والناخبين قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل وذلك في مؤشر جديد على طموحاته السياسية وتفيد الصحيفة لم يفصح ماكرون الذي كان يعمل في بنك الاستثمار عن الطبيعة الحقيقية لحزب ماضون قدما الذي أسسه ويرفض تأكيد أو نفي ترشحه للرئاسة وقالت متحدثة باسم حزب ماضون قدما لرويترز إن نحو خمسين فريقا يضم ما بين عشر وأربعين متطوعا سيطرقون أبواب الناخبين في نحو خمسين مدينة فرنسية وإطرحون أسئلة مثل في رأيك ما هو الأمر الذي لا يسير على نحو صحيح في فرنسا ويدف الوزير الفرنسي إلى جمع نحو مائة ألف شكوى واقتراح بحلول نهاية الصيف لوضع ما يصفه بأنه تشخيص لحالة البلاد وقال ماكرون في رسالة عن طريق الفيديو هدفنا هو إعطاء صوت لمن لا صوت له ورسم صورة لفرنسا الخفية التي لا تراها لدى الأحزاب السياسية على عكس ما هو سائد حول عصرنا الحالي والتعقيدات التي نعيشها يكتب لورانس سامرز وزير الخزالة الأمريكية الأسبق متفائلا ومبشرا بحالة كبيرة من الاندماج والتعايش ليس على مستوى المناطق الصغيرة فحسب بل على مستوى الحضارات الأكبر والأشمل ويقول الكاتب في المقال الذي تعيد نشره صحيفة الغد يبدو المزاج في الكثير من أنحاء العالم قاتل من هذه الأيام ثم تضطرابات في شرق الأوسط والتي تنتج مئات الآلاف من القتلى وملايين أخرى من اللاجئين وثم تهجمات إرهابية عشوائية تشن في جميع أنحاء العالم والتوترات السياسية في أوروبا الشرقية وآسيا ونهاية الدورة الفائقة للسلع الأساسية وتباطؤ النمو في الصين والركود الاقتصادي في العديد من البلدان والتي تضافرت جميعا لتغذية شعور بالتشاؤم العميد إزاء الحاضر وتوقع الأسوأ إزاء المستقبل ومع ذلك يحتمل أن يصاب المؤرخون الذين سينظرون وراء إلى هذا العصر من موقع الأجيال المقبلة بالحيرة إزاء المشاعر الحالية المنتشرة من الكآبة والشؤم فوق معظم المقاييس الموضوعية لرفاه الإنسان كانت العقود الثلاثة الماضية هي الأفضل في التاريخ على الإطلاق الآن يتمتع المزيد من الناس في المزيد من الأماكن بحياة أفضل من أي وقت مضى وليس هذا من قبيل الصدفة وإنما لأن ما حدث في الأجيال الأخيرة على الرغم من نذير صموئيل هينديكتون لم يقن صراع حضارات وإنما كان اندماج حضارات ببساطة أكبر أصبحت لدى الحضارات العالمية الكبرى التي كانت لها هويات منفصلة ومستقلة مناطق تزداد تداخلا واندماجا بالطراد من القواسم المشتركة وأصبحت لدى معظم الناس في جميع أنحاء العالم الآن نفس تطلعات الطبقات الوسطى الغربية إنهم يريدون أن يحصل أولادهم على تعليم جيد وأن يستقروا في وظائف جيدة ويعيشوا حياة سعيدة ومنتجة كأعضاء عاملين في مجتمعات سلمية ومستقرة بهذا القادر من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحاقة إلى أن نلقاكم نترككم في أمان الله وحظه نتابع معا مجموعة من رسوم الكركسير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر